بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه آيات بينات بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أعزائي المشاهدين أهلا بكم في برنامج بينات موضوع حلقة اليوم تدوين القرآن إن عظمة القرآن وأهميته القصوى في بنية الإسلام دعت إلى الاهتمام بحفظي وبطي وتدوين القرآن الكريم إن مسؤولية حفظي ورعاية القرآن وإن كان الباري جلت قدرته قد تكفل بها بقوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون إلا إن الشعور بتلك المسؤولية عاشته الأمة عموما وأقطابها خصوصا إن الصورة التي عليها القرآن وهي المتواترة من صدر الإسلام تكشف لنا عن عمل دعوب نهض به المسلمون الأوائل وهذا العمل والجهد الأستثنائي يكمن في عملية تدوين القرآن الكريم متى بدأت فكرة تدوين القرآن؟ وما هي خلفيات الاختلاف في تحديد أزمنة التدوين؟ ما هي أهم الإشكاليات التي تعترض الاختلاف في أزمنة التدوين؟ وما هي أهم الملاكات التي اعتمدت في تدوين القرآن؟ هذا ما نأمل الوقوف عنده برفقة ضيف الحلقة سماحت الشيخ ضياء سنبل الأستاذ في الحوزة العلمية نكون معكم لكن بعد فاصل قصير مشاهدين الكرام أهلا بكم من جديد السلام عليكم سماحة الشيخ السلام ورحمة الله كنا قد تعرضنا برفقتكم إلى موضوع نزول القرآن بنحو من التفصيل والآن نود أن نفصل ما أجملناه سابقا عن تدوين القرآن ويا حب ذا لو كانت البداية عند بدايات فكرة تدوين القرآن وترتيبه وتنظيمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صلي على محمد وآله محمد تدوين القرآن بهذا الشكل المرتب والمنظم لم يتم في مرحلة واحدة فقط بل كانت هناك مراحل وأدوار مر بها القرآن الكريم إلى أن وصل إلينا بهذا الشكل المرتب والمنظم من جملة هذه المراحل مرحلة نزول النص نزول النص الإلهي وهو القرآن الكريم ففي فترة نزول الواحي كان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يحرص أشد الحرص على حفظ القرآن الكريم كما أوضحناه مفصلا في الحلقة السابقة فكان يحفظه ويستظهر حفظه عن ظهر قلب وكذلك بالنسبة إلى الصحابة فإنهم كانوا يحفظون ويستظهرون القرآن الكريم فالقرآن الكريم كان محفوظا حينئذ من قبل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ومن قبل الصحابة يضاف إلى ذلك أن مجرد الحفظ غير كاف في حفظ أن مجرد استظهار القرآن وحفظه ليس بكاف عن تدوين القرآن الكريم والوجه في ذلك أن القرآن الكريم وإن كان محفوظا في الصدور إلا أن هذا لا يضمن بقاءه ولا يضمن وصوله إلى الأجيال اللاحقة ومن هنا من حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على القرآن الكريم فإنه كان يكتب الآيات النازلة عليه بمجرد نزولها فكان للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله كتاب وحي فبمجرد أن تنزل الآيات القرآنية فإنه كان يمليها على هؤلاء ويقومون برصدها وكتابتها على ما هو متوفر عندهم آنذاك من أدوات الكتابة فلذلك كان يكتب على جريد النخل وكان يكتب على الأكتاب وعلى الأكتاب وما إلى ذلك مما شرحناه فيما مضى فهذه هي النواة الأولى لتدوين القرآن الكريم حيث إن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بمجرد أن تنزل عليه هذه الآيات فإنه يقوم بإملائها على الصحابة ويقومون برصدها ولذلك من جملتهم أمير الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك نصوص من كلا الطرفين أن الآيات القرآنية بمجرد أن تنزل كما في رواية من طريقنا فإن جبرائيل يمليها على النبي والنبي صلى الله عليه وآله يمليها على علي إذن دون القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تريد أن تقول نعم دون القرآن الكريم في زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على ما هو متوفر عندهم من أدوات الكتابة آنذاك ولذلك عندنا نصوص بالإضافة إلى الروايات من طريق الخاصة حتى من طريق العام هناك نصوص وهناك أقوال على أن القرآن دون في حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ولم يدون في المرحلة اللاحقة بعد رحلته صلى الله عليه وآله بمعنى أن القرآن الكريم لم يكن محفوظا في الصدور فقط وإنما كان مكتوبا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذن لماذا وقع هذا الاختلاف في تحديد الأزمنة؟ تحديد الأزمنة أن التدوين وقع في أي زمان هل وقع في زمان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أو وقع بعد زمانه؟ وهل أنه وقع في زمان أبي بكر أو عمر أو عثمان؟ هذه مسألة تطرق لها الأعلام والمحققون في علوم القرآن هناك كم من الروايات التي تشير إلى أن القرآن كان يحفظ في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله فكان للقرآن حفاظ والذي يعبر عنهم بجمع القرآن هذه الروايات إذا لاحظناها ودرسناها لكن هنا الحفظ قطع أنه لا يعني أنه تدوين القرآن هذا أحد المعاني عندما يقال بأنه جمع القرآن فلان فإنهم ذكروا من يرى بأنه دوين بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله يقول بأن جمع القرآن بمعنى حفظه فإن حفاظ القرآن أي القراء يقال لهم جمع القرآن فجمع بهذا المعنى إلا أن إذا لاحظنا الروايات والنصوص التاريخية نجد بأن القرآن قد دوين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما هي الأسباب كما سألتم التي جعلت الكثير يقول بأن القرآن دوين في زمان الرسول أو بعد زمانه صلى الله عليه وآله وسلم هنا عدة عوامل نذكر بعضها من جملة هذه العوامل هو أن المسلمين الذين تلقوا القرآن الكريم منظما ومكتوبا شيء طبيعي يبرز عندهم هذا التساؤل بأن هذا القرآن دوين في زمان النبي صلى الله عليه وآله أو دوين بعد رحلته صلى الله عليه وآله وسلم هل تذهبون إلى أن القرآن دوين ونظم أيضا في زمن الرسول هذا تفصيل آخر نأتي عليه بعد إكمال بعض هذه العوامل هنا هذا التساؤل عندما يبرز هل أن القرآن دوين في زمان النبي أو بعده يأتي بعض الرواة ويأتي بعض القصاصين ولهم دور مهم في وضع بعض الروايات كما هو معروف بأن للقصاصين دورا مهما في صياغة التأريخ الإسلامي وهذه إحدى نقاطه لأنها مسألة تأريخية التي نبحثها فهنا يأتي دور القصاصين وما تمليه عليه خيالاتهم شيء آخر وهي مسألة التعصب لفلان أو فلان بما أن تدوين القرآن الكريم في حد ذاته مفخرة يفتخر بها فلذلك ومن قبه فلذلك يحاول البعض نسبتها إلى فلان وإلى فلان وللأسف وإن كان ذلك على حساب الدين لأن القول بأن القرآن قد جمع بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله وبتلك الطريقة التي تذكر في بعض الروايات لا يمكن القول بها ألبته والوجه في ذلك أنه إذا قلنا بأنه جمع من صدور الرجال فمعنى ذلك بأنه لم يكن متواترا مع أن المسلمين بأجمعهم متفقون على أن القرآن وصل إلينا بنحو التواتر فإذا قلنا بأنه جلس فلان وكان يؤتى إليه بالأشخاص فيقرؤون يأتي مجرد وجود شاهدين أو شاهد واحد كخزيمة مثلا ونقول بأن شهادته بمنزلة شهادتين فنرصد الآيات التي يذكرها معنى ذلك بأن القرآن وصل إلينا بخبر الواحد وهذا خلاف اتفاق المسلمين خلاف التواتر أحسنت هم يقولون بأنه وصل إلينا بنحو التواتر وهذا ما يعتقده جميع المسلمين فلا يمكن القول بأنه جمع من صدور الرجال فإذن هذا عامل مهم وهو نسبة تدوين القرآن إلى فلان وفلان من أجل أنه فضيلة ومنقبة فتنسى بلا فلان وفلان بالاستطاع ثبات أن القرآن قد دون في زمن النبي عن طريق العقل ربما أنه الروايات تكون متضاربة وربما بعضها ضعيف وربما بعضها غير صحيح بل يمكن إقامة الدليل العقلي والاعتبار على ذلك ولكن إذا سمحت لأتم النقطة السابقة بذكر عامل آخر وهو مهم جميل طبعا وهو أن تدوين القرآن بأي معنى لا بد أن نبين بأنه إذا قلنا أن القرآن دون في حياة النبي أو دون بعد حياة النبي ما هو المراد من التدوين هذه إحدى النقاط المهمة فلا بد من تحريرها أولا لنلاحظ بعد ذلك هل يوجد اختلاف أو لا يوجد اختلاف هنا بالنسبة إلى تدوين القرآن إذا قلنا بأن المراد من جمع القرآن وتدوين القرآن هو مجرد كتابته وإن كان في صحف متفرقة فهذا لا شك ولا ريب بأنه كان في زمان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ذلك قول المسلمين عموما باعتبار وجود الروايات والنصوص التاريخية من كلا الطرفين مثلا زيد بن ثابت يقول كنا نؤلف القرآن من الرقاع ماذا معنى؟ معنى بأنه كان القرآن يكتب على تلك الرقاة نبي صلى الله عليه وآله باعتبار أن القرآن كان ينزل الوحي كان ينزل فلما كان الوحي ينزل لا يمكن جعله بين لوحين باعتبار أن القرآن ما زال ينزل والوحي ما زال ينزل على النبي صلى الله عليه وآله بعد رحلة النبي بعد انقطاع الوحي حينئذ يمكن جمعه وجعله بين لوحين هذا معنى آخر معنى ثالث أيضا تدوين القرآن بمعنى جمع المسلمين على قرآن واحد وكتاب واحد وهذا ما تم في زمان أثمان كما شرحناه فإذن أحد العوامل التي أوجدت هذا الاختلاف هو هذا الشيء أنه ما هو المراد من تدوين القرآن فلذلك في البحث حول هذه المسألة لا بد من تحرير محل الكلام أولا ثم البحث بأنه تم في زمان النبي أو تم بعد لنرجع أيضا للدليل العقلي حول أثبات هذه القضية بالنسبة إلى الدليل العقلي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان يحرص أشد الحرص على القرآن يعني نذكر مقدمات للوصول إلى النتيجة وهذه المقدمة يقينية لا شك في أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان يحرص أشد الحرص على القرآن ولذلك بمجرد أن تنزل عليه هذه الآيات فإنه يقوم بحفظها حتى نهي عن العجلة في حفظها لا تحرق به لسانة كما أوضحنا فالنبي صلى الله عليه وآله من شدة حرصه فإنه كان يبادر إلى حفظ القرآن كذلك كان يمليه كما أوضحناه وكان الصحابة يعتنون بالقرآن لرؤيتهم النبي صلى الله عليه وآله يعتني به فمن شدة عناية النبي بالقرآن لا شك بأن المسلمين يعتنون به هذا أمر أول وهو حرص النبي صلى الله عليه وآله على القرآن مقدمة أخرى وهي الخطر من تحريف القرآن باعتبار أن القرآن لو بقي في الصدور فقط من دون كتابته وتدوينه فإنه سوف يقول عرضة للضياء وللنسيان وللخطأ وما إلى ذلك وهذا شيء طبيعي فلذلك من هذا الأمر نقول بأنه لا بد من تدوين القرآن الكريم شيء آخر وهو أن المسلمين أيضا كانوا شديدين الحرص على القرآن الكريم باعتبار أنه كتابهم الخالد وهو مرجعهم سواء في العقيدة أو في الفقه أو في التربية أو في الأخلاق أو في سائر الأمور الأخرى هو كتابه ودستور المسلمين فالشيء طبيعي أن يعتني المسلمون بالقرآن الكريم ويحافظون عليه سواء الشيخ نأخذ فاصل قصير مشاهدي الكرام ابقوا معنا وبرنامج بينات وسمحة الشيخ ضياء السنبل لكن بعد هذا الفاصل أنا لا أجد من أجل الناس أقوله متحوف أزنا بنا فوق الكواكب وطن راياته مثل النجم ما يوم دللا وطن عشق العراقي عشق مخلوق من موين نحييكم في حلقة جديدة من برنامج موعد مع من خلال مجلة القصر ونعرض جرحنا العراقي وندين به من ساهم في فتح هذا الجرح الجرح العراقي أنا أحيي في هذه المناسبة جميع المشاركات والمشاركين والأفوة والنساء والرجال من الأطفال الذين كانوا يقفون في الثلج والبرد المعروف في لندن للمطالبة المحاكمة صدنا يا منت حميدي خيلك قم لنا يا علي منظم الشعر لولاك يا حيدر ما نظمت ما لهم نظمت بحقك وتشهد مشاهدينا الكرام ما زلتم وبينات وموضوع الحلقة تدوين القرآن فأهلا بكم أهلا بكم صلى الله عليه وسلم ما زلنا ودور العقل في إثبات قضية تدوين القرآن نعم قلنا بأن بعض المقدمات توصلنا إلى هذه الحقيقة وهي أن القرآن دوين في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرنا من جملتها أهمية القرآن الكريم حرص النبي صلى الله عليه وآله على القرآن والإخلاص له شيء آخر وهو أن القرآن الكريم إذا لم يدون فهناك خطر من أن يعرض عليه التحريف مقدمة أخرى إدراك النبي صلى الله عليه وآله لهذا الخطر ويتجلى ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله مطلع على حال الكتب السالفة التي وقع فيها التزوير ووقع فيها التحريف فلها يمكن أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يترك القرآن بلا تدوين شيء آخر وهو وجود إمكانات التدوين هل أن التدوين في حياة النبي صلى الله عليه وآله ممكن أم لا لا إشكال في أنه ممكن بل إذا لاحظنا بعض النصوص التأريخية نجد بأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله له كتاب يكتبون له غير الوحي أمور أخرى لتنظيم أمور المسلمين إلى درجة أن مداينات المسلمين إذا أخذ شخص دينا من شخص آخر يكتب ويثبت عند النبي صلى الله عليه وآله الله مرسال النبي إلى الأقوام الأخرى نعم أحسنتم وكذلك كان له كتاب لصلحه إذا صالح ولعهده إذا عاهد بل ولخرص النخيل بل ولأسماء الجند الذين يتعين عليهم الخروج للمغازي نعم فإذا كانت هذه الأمور التي المسلمون بحاجة إليها في ذلك الظرف فقط والنبي يعتني بتدوينها وكتابتها وهي أقل أهمية من القرآن وهي أقل أهمية بكثير نعم فما هو الحال بالنسبة إلى القرآن الكريم أيضا كان لبعض الصحابة دور حقيقي في الحث على المشاركة في تدوين القرآن وفي طليعتهم أمير المونين عليه السلام لنسلط الضوء على تلك المشاركة الجليلة ومعطياتها في تاريخ التدوين القرآني نعم بالنسبة إلى الصحابة فإنهم كانوا يعتنون بالقرآن الكريم من شدة اعتناء النبي صلى الله عليه وآله بالقرآن فإذا ما لاحظوا النبي الأعظم يعتني ويحرصوا بالقرآن الكريم فلا شك بأنهم يعتنون به فلذلك تذكر النصوص التاريخية بأنهم كانوا يتسابقون إلى حقظ الآيات النازلة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقومون بتدوين القرآن بعض النصوص أيضا تفيد بأن بعضهم ممن يجيد الكتابة كان يكتب القرآن من دون سابق أمر من النبي صلى الله عليه وآله وربما بعضهم يكتب له نسخة من هذه الآيات ويعطي النبي نسخة أخرى فهذا يدل على أن الصحابة حين ذاك كانوا يعتنون بالقرآن الكريم من شدة اعتنائهم فإنهم كانوا يتدارسونه ويحفظونه فيما بينهم فلذلك مرة دخل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله المسجد فوجد الصوت مرتفع صوت القرآن الكريم فيما بينهم فأمرهم بخفض أصواتهم لألا يتغالطوا حتى كل واحد يتمكن من الحفظ لا يكون هناك غلط أمرهم بخفض أصواتهم هذا كله يدل على أن الصحابة آنئذن حينئذ كانوا يعتنون بالقرآن الكريم ويحرصون عليه أشد الحسن هذا باعتبار أن قريحة الحفظ كانت في ذاك الزمان واسعة واقعا لحفظ القرآن بما أنهم بلغاء نعم من هذا القبيل أيضا رجحتم نسوة التدوين إلى زمن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وفي قباله هناك رأي آخر ترى أو رأي آخر يرى أن التدوين قد حصل بعد رحلة الرسول بناء على القول الثاني لو كان ضبط أجمع وتدوين القرآن بعد رحلة الرسول كيف كان المسلمون يحفظونه في عهد الرسول أعني من حيث الترتيب وترتيب بين الآيات والسوار لا بد أن يفرض هذا القائل بأن القرآن حينئذ بما أنه غير مدون وغير مرتب فإنه يحفظ بحسب ما تلقي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان الصحابة كما قلنا يتلقون هذه الآيات ويحفظونها ولكن نواجه هذا الإشكال بأن القرآن إذا لم يكن مرتبا كيف يكون حفظ المسلمين وتلاوته حينئذ يعني إذا لاحظنا مجموع المسلمين ولم نلاحظ الآحات فلان أو فلان أو فلان فلابد أن نلاحظ بأن القرآن إذا لم يكن مدونا ولم يكن مرتبا فكيف يحفظ بينما نحن نلاحظ بأن الكثير من المرويات تفيد بأن كثيرا من سور القرآن كانت مرتبة وكانت لها أسماء موضوع تعرف بأسمائها فلذلك ورد من كلا الطريقين بأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان يقرأ سورة كذا في كذا مثلا في صلاة الصف يقرأ مثلا لا أقسم في صحيح البخاري أنه قرأ الأعراف فمعنى ذلك بأن السور مرتبة وإلا لو لم تكن هذه السور معروفة بأسمائها ولم تكن معروفة كيف يقال بأنها قرئت وتليت أيضا نروي في كتب الحديث إن الرسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال في وصية له إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي أو أيضا وسنتي بناء على الخلاف المعلوم بين مذاهب المسلمين السؤال كيف يحيل الرسول الأمة إلى كتاب لم يجمع ولم يدون بناء على القول بجمعه في عصر الخلفاء نعم بالنسبة إلى هذه الرواية لا شك بأنها تفيدنا فيما ذهبنا إليها وهي دليل واضح على أن القرآن كان مجموعة باعتبار أن الكتاب لا يصدق على ما هو موجود في الصدور نعم ولا يصدق على ما يقرأه النبي صلى الله عليه وآله وما يتلوه على المسلمين نعم ظاهر لفظ الكتاب بأن له وجود في الخارج متحقق حتى يقال له بأنه هذا كتاب فلا يصدق الكتاب على مجرد الشيء إذا تليه هذا لا يصدق عليه بأنه كتاب نعم فإذا هذه الرواية شاهد واضح على أن القرآن قد دون في زمان النبي صلى الله عليه وآله بحيث صدق عليه بأنه كتاب فهذا يدل على أنه مجموع بل ذهب الإمام الخوي قد سره مع ذات هل يدل أو نستطيع أطلاق كلمة كتاب على سورة أو على آية واحدة لأنه حتى على الرأي الذي تذهون إليه أن القرآن لم يجمع كان هناك صحف نعم نعم نحن أريد أن أبين هذه النقطة نعم مثل الإمام الخوي قدس الله نفسه في تفسيره الرائع البيان وفي هذا الموضوع وهو تدوين القرآن من أفضل ما كتب بحثه حول هذا الأمر السيد رحمة الله عليه يذهب إلى أن القرآن قد جمع ورتب في حياة النبي صلى الله عليه وآله ويستدل بهذه الرواية ويقول بأن ظاهر هذه الرواية بأن القرآن قد كتب ودون وجمع يذهب إلى هذا الرأي نعم وجمع في حياة النبي صلى الله عليه وآله فلذلك الكتاب لا يصدق على مجرد الأوراق والصحف فقط نعم نعم بل ما إذا كانت مجموعة ولكن إذا لاحظنا إطلاق لفظ الكتاب لا مانع ويمكن صدقه وإن كان ذلك الإطلاق مجازيا لأنه صحيح لا يصح الإطلاق ما لم تكن هناك قرينة ونحن عندنا قرينة وسنأتي إذا فسح المجال نتعرض إلى بعض الروايات الدالة على أن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلامه عليه جمعه من الصحف والرقاء التي كانت متوفرة لديه دليل على ذلك أنه بعض الروايات الموجودة التي تنص على أن القرآن قد عرض على النبي صلى الله عليه وآله في حياته مرتين نعم هذه الرواية معنى ذلك بأن القرآن كان مجموعة مجموعة كاملا أيضا نعم أحب أن أعلق على هذه الرواية فقط بشيء وهي أن هذا الحديث المروي باللفظ الآخر وهو سنتي المروي حتى وعترتي يروى في طرق العامة وسلده قوي جدا ورجاله من رجال الصحاح الستة ولكن وللأسف أن الكثير ركزون على الرواية الثانية ويهملون الرواية الأولى مع أن الرواية الأولى بلفظ وعترتي هي الصحيحة بل هي أشهر من رواية وسنتي يضاف إلى هذا حتى لو قلنا بأنها وسنتي لا شك بأن أهل البيت عليهم السلام هم المبرزون والواضحون في حمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم توجد مرجحات كثيرة لتدوين القرآن كما ذهبتم ومنها أيضا ما ذكرتم ولكن لو كان الأمر كذلك فأن الرسول صلى الله عليه وآله كان أعراف بسوري وآيات القرآن فلما هذا التقدم والتأخير بين المكي والمدني والاختلاف الواقع بين ترتيب جملة من الآيات الكريمة ألا ينمو ذلك عن كون التدوين حصل متأخرا؟ لا يدل ذلك على أن التدوين قد حصل متأخرا والوجه في ذلك أن الآيات القرآنية بمجرد نزولها كانت تلحق بالسورة المفتوحة بمعنى أنه إذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم هذه صفحة جديدة لبداية سورة جديدة كل آية أو مجموعة من الآيات التي كانت تنزل فإنها تلحق بمكانها الطبيعي وهو هذه السورة المفتوحة الآن ولكن لحكمة إلهية حكمة شريعية الوحي جبرائيل يقول للنبي هذه الآية تلحق بتلك السورة فمعنى ذلك بأن بعض السور المتقدمة تبقى مفتوحة لا تغلق باعتبار أن الوحي يملي على النبي صلى الله عليه وآله بأن هذه الآيات تلحق بتلك الآيات فلابد أن تكون هناك مناسبة بحيث أن هذه الآيات تلحق بتلك الآيات المتقدمة فهذا لا يدل على أن ذلك قد وقع متأخرا لكن لو كان القرآن مدونا في عهد الرسول فما معنى تلك الحركة التدوينية للقرآن في عهد الخلفاء الثلاثة وهذا بناء على التسليم بهذه الروايات المتضاربة فيما بينها لكن لماذا لا نوفق نحن أيضا نحن نحاول التوفيق بين هذه الروايات ويمكن الوصول إلى هذه النتيجة وهي أن القرآن قد كتب في حياة النبي صلى الله عليه وآله على ما هو متوفر من أدوات التدوين آنذاك ولكن بعد مجيء الخليفة أبي باكر فإنه أراد نسخة من القرآن الكريم عما هو موجود ومدون في زمان النبي صلى الله عليه وآله فلم يدون نسخة عما هو موجود في صدور الرجال هذا أمر لا يمكن المصير إليه كما قلنا لوجود عدة محاذير وبالإضافة إلى الأدلة سواء كانت تاريخية أو عقلية تفيدنا في أن القرآن كان مدونا في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذه الحركة التدوينية بهذا المعنى أراد بما أنه خليفة أراد نسخة من القرآن الكريم فلذلك جمع تلك الأدوات التي كان يكتب عليها القرآن الكريم ونسخ منها نسخة هذه انتقلت إلى عمر بقيت عند ابنته لما جاء عثمان وكثر الاختلاف في القراءة حينئذ بقي هذا إلا أن القرآن حينئذ لم يكن بهذا الشكل المرتب والمنظم كما قلنا باعتبار أنه لم يعجم لا توجد فيه نقاط ولا توجد فيه حركات فمن الشيء الطبيع أن يحصل الاختلاف في القراءة فحصل اختلاف بين مثلا أهالي العراق بين أهالي الشام هذه لهم قراءة معينة هؤلاء لهم قراءة معينة قبائل العرب فلذلك عثمان حاول أن يجمعهم على نسخة وقراءة واحدة وهي المعخوذة عن النبي صلى الله عليه وعليه ونعاوز إن شاء الله مشاهدين الكرام ما زلتم وبينات والحوار مع سماحة الشيخ ضياء السنبل انتظرونا لكن بعد هذا الفاصل اللهم أكل وليق الحجة بن الحسن اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه صلواتك عليه وعلى آبائه صلواتك عليه صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمدعه فيها قبيلة فيها قبيلة برحمتك يا أرحم الراحمين مشاهدينا الكرام ما زلنا معكم وبرنامج بينات فأهلا بكم أهلا بكم سماحة الشيخ بناء على ما ذكرتموه من أدلة حول ضروة وقوع التدوين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن ربما يقال أن التدوين إذا كان حاصلا في عهد الرسول فهو حاصل في فترة متأخرة من حياته وهذه الفترة لم يكتمل فيها نزول القرآن فمع عدم اكتمال نزول النص وقصر المدة كيف نتعامل مع حصول هذا الترتيب والتنظيم في عهده صلى الله عليه وآله نعم قلنا بأن القرآن بمجرد نزوله فإنه كان صلى الله عليه وآله يمليه على كتاب الوحي فيكتبون هذه الآيات وكما ذكرنا بأن بعض السور القرآنية كان لها اسم وموضوع معين معروف بأن هذه السورة تسمى بكذا هذه السورة تسمى بكذا نعم ما دام الوحي ينزل على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فما زالت جميع صفحات السور القرآنية مفتوحة وإنما أغلقت هذه السور بعد بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي كما قلتم ما دام على قيد الحياة فإن الوحي يمكن أن ينزل فإذا نحن نترقب فكانوا يترقبون نزول الوحي فمعنى هذا بأن بعض السور القرآنية معروفة ومرتبة غايته قد ينزل الوحي فيأمر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بأن يرصد أو تكتب هذه الآيات في تلك السورة وتلحق بتلك الآيات المعينة فلا منافاة في قولنا هذا لكن ذكرتم أن الآيات جميعها مفتوحة وهناك كثير من الروايات تنص على إنه إذا نزل قوله بسم الله الرحمن الرحيم معناها أو فهم النبي من ذلك إن السورة قد انتهت وبدأت بداية السورة الأخرى أحسنتم هذا كما قلنا مقتضى الأصل كما يعبر الفقهاء بأن السورة جديدة والسورة الأولى قد انتهت ولكن هذا لا يعني بأن الوحي لا ينزل على النبي صلى الله عليه وآله فيأمره بإلحاق آيات معينة بسورة قد تقدمت فلذلك عندنا في بعض الآيات القرآنية كما هو في بخوث التفسير نزلت متأخرة تنزل هذه السورة بعد مضي سنتين ثلاث أربع سنوات تنزل بعض الآيات فتلحق بتلك السورة فمعنى الانتهاء أيها النبي افتح سورة جديدة فيفتح سورة جديدة وهذا لا يعني انتهاء السورة السابقة فهذا الحديث يدل أو هذه الرواية التي تروى من كلا الطرفين تدل على أنه يعلم انقضاء سورة بنزول بسم الله الرحمن الرحيم فيعلم منها ابتداء سورة أخرى إلا أن هذا لا يعني بمقتضى الأدلة الأخرى لا يعني بأن هذه السورة قد انتهت من الواضح جدا أن تنظيم وترتيب آيات وسور القرآن لم يرعى فيه زمان النزول كما تقدم منا فتجد المدني مقدم والمكي قلنا مؤخر أيضا وفي موارد كثيرة من ذلك لكن نود الوقوف أولا عند المناطات التي روعيت في تنظيم وترتيب القرآن تارة يقع الكلام في نظم كلمات القرآن الكريم وتراكيبه البديعة ولا شك بأن ذلك متلقى من الوحي وليس للبشر تدخل في ذلك نضم كلمات القرآن الكريم تراكيبه البديعة على ما فيها من وجوه الفصاحة والبلاغة لا شك بأنه من الوحي بلا تدخل ليد من البشر مطلقا وتارة يقع الكلام في الآيات القرآنية تأليف الآيات ترتيب الآيات هنا بالنسبة إلى الآيات في ضمن السورة فإن هذا أيضا متلقى من الوحي ولم يتدخل ولم تتدخل فيه يد البشر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إذا نزلتها عليه هذه الآيات فإنه كما قلنا مقتضى الترتيب الطبيعي أنه تلحق بالسورة المفتوحة الموجودة الآن إلا أن ينص الوحي على أن هذه تلحق بسورة أخرى فإذا بالنسبة إلى ترتيب الآيات في ضمن السور هذا أيضا ترتيب إلهي وعلى هذا اتفقت كلمة المسلمين أما السور أما السور فإنه محل كلام ومحل خلاف في المسألة تقريبا ثلاثة آراء رأي يقول بأنه توقيفي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي رتب هذه السور القرآنية رأي آخر لا بأنه فتح المجال للصحابة فقاموا بترتيبه هذه السور القرآنية رأي ثالث بأنه في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وآله كان يرتب بين السور في بعضها ترك المجال مفتوحا للأمة في أن ترتب كيف شاءت ولذلك إذا لاحظنا مصاحف الصحابة المتعددة التي ينص عليها نجد شيئا من الاختلاف في ترتيب هذه السور مما يرشد إلى الرأي الآخر إلى الرأي الأخير بأنه يمكن أن يقال بأن هذا الأمر من الصحابة أنفسهم فإنهم كانوا يرتبون لكن ألا ينتفي هنا أيضا علم ما يسمى بعلم التناسب ما بين السور هذا بل على القول بأن هناك تناسبا بين السور يعني أنه توقيفي أنه توقيفي أما على الرأي الآخر لا يرى بأنه ليس توقيفيا وإنما هذا الأمر مرتبط بالصحابة أنفسهم فكانوا يرتبون هذه السور كيف شاءوا ترتيب القرآن بهذا النحو المخالف كما ذكرنا الآن زمانيا ألا يؤثر على ترتيب أو ترتب الأحداث وتداخل الموضوعات بالنسبة إلى الآيات القرآنية يُعلم موضوعها بملاحظة سبب نزولها كل آيات لها سبب نزول معين فإذا لاحظنا هذا السبب المعين لنزولها فإنا نهتدي إلى موضوعها فمن هنا لا يقع شيء مما ذكرتموه في تقديم بعض الآيات وتأخير بعض الآيات الأخرى ويمكن أن يعلم ذلك من الروايات ومن ملاحظة النصوص التأريخية ومن ملاحظة الشواهد والقرائن حين نزول النص الإلهي هل جميع آيات القرآن الكريم هي نزلت بأسباب كما يقول نفهم ذلك من كلامكم هناك بعض الآيات لها سبب نزول معين وبعض الآيات القرآنية تقتضي الحكمة الإلهية أن تنزل هذه الآيات في هذا الموقف المعين بعض الآيات هناك أسئلة توجه إلى النبي صلى الله عليه وآله فينزل الوحي في بعضها لا هناك ضرورة لنزول الوحي لبيان بعض الأمور فكان ينزل لكن لا يؤثر هذا الاختلاف على الناسخي والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد لا شك بأن معرفة ذلك مهمة بالنسبة إلى المجتهد أو المفتي في حين استنباطه الحكم الشرع لابد أنه يميز بين الناسخ والمنسوخ بين العام والخاص بين المطلق والمقيد لأنه من الواضح لا يجوز العمل بالدليل المنسوخ مع وجود الدليل الناسخ نعم لا يجوز العمل بالعام مع وجود الخاص وكذلك الحال بالنسبة إلى المطلق والمقيد إلا أن معرفة الناسخ من المنسوخ أيضا كانت تعلم بالتلقي من النبي صلى الله عليه وآله وآله بملاحظة الموضوع نفسه نفس الموضوع تنزل الآية وتأمر بشيء نفس الموضوع تنزل الآية وتأمر بشيء آخر أو تنزل من دون أمر لشيء معين ثم تأمر بهذا الشيء المعين وهذا لذلك اهتم الصحابة بالتمييز بين الناسخ والمنسوخ وعلى هذا المسلمون ومن هنا جاء الكم الكبير من الكتب المؤلفة في بيان الناسخ والمنسوخ ومما يعلم ما ينبغي أن يلاحظ هنا لو سمحتم بالنسبة إلى نقطة وهي أن أمير المؤمن صلى الله عليه وسلم يؤكد في كلماته على معرفة الناسخ من المنسوخ يريد أن يشير إلى المسلمين آنذاك بأن هذا الأمر ليس بمتوفر لأي شخص وإن كان من الصحابة وإن كان من الصحابة فإنهم جميعا ليسوا معارفين بالناسخ والمنسوخ لذلك من جملة احتجاجاته على يوم السقيفة أنه مضمون الرواية يقول نشدتكم بالله هل منكم أحد يعرف الناسخ من المنسوخ فعلا ولذلك في كلمات أمير المؤمن إلى السقران أنها نلاحظ تأكيد على أنه هو الذي يعرف الناسخ هو الذي يعرف المنسوخ وهذا يتلقى من أهل الذكر الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى لتمسكنهم ذكرتم أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يقول لكتاب الوحضة هذه الآية في سورة كذا وهذه الآية في تلك السورة ألا يكشف ذلك عن كون نزول الآيات وهو الآخر لم يرعى فيه إكمال السور فتنزل آيات من سورة جديدة قبل إتمام السورة السابقة نعم كما أوضحناه نعم بأنه السورة تعرف بنزول بسم الله الرحمن الرحيم وهذا لا يعني بأن السورة السابقة قد أغلقت بازمازالت مفتوحة لنزول الوحي فلذلك الوحي كان يبين للنبي صلى الله عليه وآله لحكمة إلهية بأن هذه الآيات تلحق بالسورة الفلانية نعم وإن كانت تلك السورة متقدمة وهذه الآيات متأخرة نعم لو التزمنا أيضا بما ينقل عنها من هذا الكلام فليعني ذلك الإذن بعدم اعتمام عامل الزمن في ترتيب الآيات والسور نعم بالنسبة إلى عامل الزمن نعم أكثر الآيات القرآنية وأكثر السور مرتبة بالإحاضي عامل الزمن وهو الترتيب يعني يمكن أن نعبر عنه بالترتيب الطبيعي أن مجرد الآيات تنزل بعد هذه السورة المفتوحة ترصد فيها هذه الآيات المعينة إلا في موارد مخصوصة موارد نادرة وموارد قليلة أمر النبي صلى الله عليه وآله بإلحاق هذه الآيات بسورة متقدمة وهذا لا يعطي الإذن لنا بالتصرف بالآيات لأن هذا الأمر مرتبط بالوحي فلذلك بالتلقي من النبي الذي لا ينطق عن الهوى أما بالنسبة إلينا نحن هل يجوز أن نأخذ ونقطع بعض الآيات من هذه السورة فنجعلها في سورة أخرى قطعا لا يجيزه أحد من المسلمين نعم بالنسبة إلى السور بإمكانك بما أنك قارئ للقرآن بإمكانك أن تقدم وتؤخر في قراءة السور بل بإمكانك أن تقرأ سورة ولا تتمها وتنتقل إلى سورة أخرى وهذا شيء آخر أما بالنسبة إلى الآيات تقدم وتؤخر لا يجيزه أحد من المسلمين لكن ما هي الثمرة المترتبة على القول بتدوين القرآن في زمن الرسول أو ما بعده نعم هذه مسألة تاريخية كما قلنا البحث فيها هو بحث علمي أنه دون في زمان النبي صلى الله عليه وآله أو دون بعد زمانه ولكن هناك ثمرة مهمة في هذا البحث وهي بيان أن القرآن الكريم وصل إلينا على نحو التواتر دفعا لشبهات جملة من المستشرقين ممن طعنوا القرآن الكريم بأنه لم يصل لكم أيها المسلمون بطريق التواتر ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل هذه الروايات وهي روايات كثيرة تدل على أن القرآن دون في مرحلة متأخرة ومن صدور الرجال فهو نقل إليكم عن طريق الآحد فمعنى ذلك بأن القرآن أيها المسلمون الذين تقولون بأنكم تلقيتموه من النبي هذا الكلام ليس بتأمن هل الموضوع أيضا متعلق بحجية القرآن؟ نعم باعتبار أن القرآن لا إشكال في أنه كتاب المسلمين الخالد ودستورهم فهو حجة بلا إشكال ووصل إلينا بنحو التواتر فلذلك أكو إجماع من المسلمين بأن هذا القرآن متلقى بالتواتر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو حجة أما إذا قلنا بأنه نقل إلينا من صدور الرجال فهو خبر واحد فلا بد أن نخضعه حينئذ للقول في خبر الواحد هل أنه حجة أو ليس بحجة ولا بد من التدقيق فيه ولا بد من التدقيق في نفس الآيات أيضا هذه الآيات يمكن أن تكون نقلت بطريق معتبر هذه الآيات نقلت بطريق غير معتبر وهذا لا يوجد أحد من المسلمين الآن يقول به بأنه وصل إلينا بغير طريق أيضا حتى نمنع باب التحريف نعم وهذا شيء آخر وقد أشبعه بالتفصيل الإمام الخوي رحمة الله عليه والذي جعله يذكر بحث تدوين القرآن هو هذا أن القرآن هل يمكن أن نقول بأنه محرف أو ليس بمحرف دفع هذه الشبهة من أساسها في القول بأن القرآن نقدم في حياة النبي مشاهدين الكرام حتى ألتقيكم في حلقة مقبلة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا